القد تدان لزمة الاقتصادية بذلالها العدد من الناشرين الذين اضطروا للانسحاب من صالون الكتاب في طبعته الثالثة والعشرين تفاصيل اكثر في تقرير زميلة رحمة حملات اول كتاب التاعي فألفته في 1993 اكتبته باليض هذا محمد صاحب ضار نشر البغدادي وهو يعاني من تدعية لزمة الاقتصادية وغلاء اسعار الورق التي قد تضطره لعدم المشاركة في صالون الكتاب مثله مثل العديد من دور الناشر التي انسحبت من معرض الكتاب نتظر ان توقفوا عن الانتاج توقف عن الانتاج وهذه هي الازمة الحقيقية لما تتوقف عن الانتاج رغم ان تجارتك نفذت رغم الكتاب انتهى من المخزن طبعا ولكن ربما يكونوا بعض الكمية موجودة في المكتبات ولكن تضطر تتوقف عن الانتاج تتوقف عن الانتاج هذه الكاريثة تهاوي اسعار دينار زعزع من استقرار عدد كبير من دور النشر التي اضطر بعضها للنشر بكمية محدودة فيما اضطر البعض الاخر للانسحاب من صالون الكتاب في طبعته الثالثة والعشرين كانوا 1200 دار نشر سابقا لما كانت البحبوحة المالية كانوا غير يترصدوا يترصدوا الاعانات تاع الوزارة يخذوها والنشرين الحقيقيين ما اخذولوا يعني طفليين وبعد طفليين لا انتهت البحبوحة اختفوا سجلنا النقصان بالنسبة للسنة الفارضة كانوا 200 دار نشر ولكن نظرا للظروف المالية لبعض الاخوة الناشرين الجزائريين لم يشاركوا معنا وهذا كانت 19 دار نشر نقصة بالنسبة للسنة الفارضة صالون الكتاب موعد ادبي بامتياز ينتظره كل المهتمين بخير جليز وكل طبعة جديدة هي تجربة تتبلور معها افكار جديدة في التنظيم والتسيير ترجمة نانسي قنقر